موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة المغرب تكمل سلسلة أحزاننا في كأس الأمم الأفريقية وتودع من دور الستاشر أمام منتخب جنوب أفريقيا بعد الخسارة اليوم بهدفين دون رد ويا أسفا ويا أسفا المغرب أمل العرب الأخير في كأس الأمم الأفريقية وتصورنا أنها هتكون الأمل الأخير مثل أمل كأس العالم المغرب هي دخل هذه البطولة وهي المرشح الأول بطبيعة الحال بعد حصولها على رابع العالم تخسر من دور الستاشر في كأس الأمم الأفريقية ويا أسفا صدمة كبيرة جدا جدا لكل مشجع كرة القدم في الوطن العربي المغرب وصبقها مصر وتونس والجزائر وموريتانيا أسوأ ظهور عربي على الإطلاق في تاريخ كأس الأمم الأفريقية هذا مخيب جدا 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 للأمال بصراحة هي بطولة معفراطة يعني ديف للمغرب وتونس والجزائر ومعهم مصر وموريتانيا السنغال والكاميرون وغانا إيه ده؟ إيه البطولة دي؟ إيه البطولة العجيبة دي؟ بعيد بقى عن فكرة أنه ما فيه بقىش فيه منتخبات صغيرة وما فيهش منتخبات كبيرة بس برضه ما ينفعش مغرب تونس جزائر وموريتانيا ومعهم مصر وأيضا الكاميرون وغانا والسنغال تحديدا السنغال والمغرب ومعهم مصر طبعا مش منطقة خالص أبدا 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 أنهم ما يودعوا من دور الستاشر ما عرفش إيه اللي حصل للمنتخب المغربي بصراحة ما كانتش مبارياته أفضل شيء في الدور الأول والنهاردة ما كانوش أيضا أفضل شيء بتشكيلة تقريبا متكملة النهاردة بس حكيم زياش الغاب بسبب الإصابة وبالمناسبة حكيم زياش هو العلامة المضيئة الوحيدة للمنتخب المغربي في هذه البطولة أفضل لعيب المغرب في دور المجموعات والسوق حظهم يصاب وما يكونش موجود النهاردة سفيان مرابط كمان النهاردة اتطرد مع نهاية المباراة وبعدها سجل مكوينة هدف قاتل خلص المباراة في ديئة 95 بعد مضيع أشرف حكيمي فرصة التعادل بضربة جزاء أضاعها وقت مكانة جنوب أفريقيا متقدمة بهدف فقط أكيد المنتخب المغربي هو الآخر لازم يعيد حساباته لازم يبقى فيه تدعيمات جديدة أسماء جديدة في المنتخب المغربي وأخطر حاجة على أي منتخب في الدنيا أنه يعتمد على اللاعبين اللي عملوا إنجاز في كل المسابقات بعد كده آه الجيل ده اللي عمل إنجاز عظيم من كم شهر في كأس العالم بس كان ممكن يحصل فيه بعض التطاعمات وممكن يبقى فيه لعيبة عندها طموح مختلف خسارة للمغرب والله وخسارة لينا أن احنا ما نشوفش المغرب بكمل البطولة كان عندنا أمال كبيرة أن احنا بقى هنكمل مع المغرب هذه البطولة ممثل العرب الوحيد المتوقع زي ما كان ممثل العرب الوحيد المتوقع في كأس العالم وكنا ماشيين معا الطريق كله الآن أصبحت البطولة مش بتاعتنا بتاعت ناس تانية آه صحيح كارة بتاعتنا وكارة أفراقيا بس ما لناش عرب نلناش إخوة بقى في هذه البطولة ويا أسفا بدري أوي يا جماعة بدري أوي بدري أوي على مصر والمغرب وطونس والجزائر بدري أوي ليه كده غريبة الواحد كان منفعل جدا وبيفرج على المباراة النهاردة المغرب وجنوب أفراقيا وانت حاطت في بطنك بطيخة صيفي دي المغرب دي المغرب اللي تعبت البرتغال وأسبانيا وكرواتسيا وباقي المنتخبات في كاس العالم مش هتخسر يعني من جنوب أفراقيا آه صحيح منتخب محترم جدا بس دي المغرب أكيد جزء كبير يتحمل وليد الريقراكي في الخسارة اليوم وأكيد لعيب المغرب يتحملون أيضا الخسارة ما قدرش ألوم على أشرف حكيمي هي قدر بتحظ في كل الأحوال يعني سجلها يبقى حاجة عظمة ضيعها ما نقدرش نلومه يعني هو لا يتحمل وحيدا خروج المغرب النهاردة ترجمة نانسي قنقر